لحضراتكم أن تقم تحكيم غداً كابتن محمود البنة حكماً للساحة ويعاونه كل من أحمد حسام وأحمد توفيق طلب مساعد أول وثاني وحكم رابع كابتن عبد العزيز السيد أما في غرفة ألفار سيتواجد كابتن أحمد الغندور ومعه يوسف البصعد عنديش مشكلة خالص خالص كابتن محمود البنة واحد من أفضل الحكام في إفريقيا وليس فقط في مصر الحقيقة أتمنى أن يكون في قمة مستوى طيب هل معنى الكلام اللي أنا بقوله ده إن لو كابتن محمود بكرة غلط مش حطلها أقول إنه غلط يا جماعة يعني مش ممكن حطلها أقول إنه هو غلط لكن هو في الأساس واحد من أفضل الحكام اللي موجودين في مصر وفي أفريقي هل أنا كده بضغط عليه لا فالحقيقة وهو الحقيقة لفترة اللي فاتت اللي متابع لكابتن محمود عمل مباريات جيدة جداً الفترة اللي فاتت فأنا أتمنى أتمنى أن يكون الكابتن البنة بكرة في قمة مستوى مش الكابتن البنة الوحده مش الكابتن البنة الوحده كابتن البنة طبعاً هو مساعدي في الملعب وفي الفار كابتن أحمد الغندور وكابتن بوساطي فضل حضراتكم ركزوا مية في المية نركز مية في المية لأن مباراة بكرة لا تحتمل الأخطاء ولأن لعبي الكعبل فتتحسب لركل الجزاء كعبي يعني هو بيجري كده ووسع الكدر يا سمير رجلي يخبط في بعضه يخبط في بعضه رجليه التانية كده وتتحسب له ركل الجزاء ما مش هينفع احنا شفناها الحمد لله كانت فيه أعادة يعني فالحمد لله يعني زي ما بقول لحضراتكم كده فمن فضل حضراتكم ثقة كبيرة جداً في الكابتن البنة ثقة كبيرة جداً في الكابتن الغندور في مباراة بكرة كابتن أحمد الغندور في مباراة بكرة لكن ده ثقة حاجة ومباراة حاجة مباراة 90 دقيقة أو أكتر شوية نتمنى أن احنا نشوف هل ده معناه إن أنا بقول ادي للأهلي وما تديش للفريق التالي بيرامدز لأ ادي للأهلي ودي حق الأهلي ودي حق بيرامدز ادي للحق الأهلي عدالة تحكمية ما بين الفريقين عمياء مفيش ألوان فيش أي ألوان ولا في حسابات معينة الأشياء معينة والأنداءة أخرى لا ولا احتواء بالمناسبة ولا احتواء كسبان اتنين أنا عايز أكسب تلاتة واحد من حقه يطرد وانا كسبان تلاتة ولا اربعة اطرده وممكن لقدر عايز أكسب عايز أكسب أكتر خمسة وست فمن فضل حضراتكم مباراة بكرة لا تحتمل الأخطاء مباراة بكرة عندنا فيها حاجات كتيرة جدا والتفاصيل الصغيرة اللي هتفرق ما بين اللاعبين